السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير انتمنى يلاحقكم هذا الفيديو ويلقاكم كامل بصحة جيدة اليوم نديرو انقراطن مقارون بروكولي انا هنا عندي بصلها قطعتها هكذا درتها تتقلة بعد ما ذبال شوية زدت لها البلونتبولي وهنا البلونتبولي ماشي غير صدر تقدروا تديروا لي كوي ساني وريت لكم ديجا خطرة في فيديو اللي فات تقطعوهم هكذا تقدروا تستعملوهم نقلي مليح هذا البلونتبولي مع البصل عندي هنا البروكولي تايراني ديجا غليته بالملح هنا هو جد هنا درت الماء يغلي درت مغرفة تعزيج ملح درت المقارون بعد ما غلي المرميت المقارون هنا نروح نوجد بشامل درت هنا زبدة فارينة لحليب شوية فلفل وشوية ملح وفي الاخير زدت لها الفروماج نقوم بشامل نقوم بشامل نقوم بشامل نضيف العين في الماء بارد بشامل ونضيف البلونتبولي مع البصل اللي قلته مع بعض ونخلطهم مليح ونقوم بشوية بشامل بشامل البلونتبولي ميت يبقى شوية حتى تستعمل تسجد الضغرة حتى تصوص نفرغ بشامل تقوم بشامل تبقى شوية كلها لنضع المكرار المكارون بسباتيولة أو مغرفان لمشيه كامل من الفوق ثم نضيف الفخومة الجرابية من فوق ثم نضيف الكوشة ترجمة نانسي قطعة بالترجمة نضيف الناس ثم تسجيل تحب القديم وإن شاء الله تكون وصفة من العمل على وصفة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته